خليني بقى روح معك احنا بنحاول نروح للرياضات كلها نروح تحديدا الباسكتبول وأوجستي وازاي التفرق اللي حصل بتكلم في خمس بطولات معا يعني هذا الرجل فعلا لا فرق في النتائج وشكل كبير وليه رؤية فنية متميزة بصراح هذا الرجل فعلا جيد هو دايما مدربين الأسبان دايما حتى مش بس في كورت السلة مدربين الأسبان عندهم كده بصمة شخصية في حياتهم أوجستي بوش أنا مساميه وأنا كتبت عنه أنه هو ساحر كورت السلة هو فعلا ساحر لأنه دخل مصر من سنتين يمكن معناه دي الزمالك الموسم قبل اللي فات كسب معه الدوري وأفريقيا لأول مرة طبعا من فترة كبيرة انتقل للنادي الأهلي حق خمسية تاريخية لأول مرة في تاريخ النادي الأهلي ويعني اكتسح كل بطولة السلة في مصر أنه يأخذ الدوري ويأخذ كل خمس بطولات في الموسم من خمسة من خمسة فأوجستي بوش هو ساحر كورت السلة فرق في شخصة النادي الأهلي فرق مع لعبة النادي الأهلي لعبة كلها بتتكلم عليه أن يقولوا الرجل ده أنا معرفش هو جي عمل اي فينا بس هو فعلا ندي الأهلي ويحبوه جدا يا عالي جدا جدا الرجل أصلا عنده شخصية قوي جدا ما بيحبش حد يدخل في شغله أنا عارف أنا أعمل ليه ما بيقاسش أوجستي بوش ممكن تكون متأخر في المتش وبتخسر دوري والأهلي كان خسر فعلا ما تشم الاتحاد السكنداري ويخسر الدوري رجع وكسب البطولة هو راجل هادي راجل عنده شخصية وبصمة قوي جدا أنا شايف أن أوجستي بوش فرق معنادي الأهلي جدا ولسه عنده سنة في عقده لموسم الجاي هيلعب أفريكا معنادي الأهلي وأعتقد أن الرجل لازم يتجدد له لأنه هيفرق معنادي الأهلي السنين الجاية وهيهايمن على البطولات في المقابل برضو يعني طبعا أكيد شيء رائع جدا أن كل النادي الأهلي عنده مدرب يعني مخدرا بالشكل ده وعنده من الخبرات ما يكفي لتحقي خمس بطولات في موسم واحد لكن في المقابل طبعا إحنا زي ما عندنا مشروع قومي لصناعة البطل الأوليمبي دي ما عندناش مشروع قومي لصناعة المدرب البرينس كنت لسه أقول لحضرتك أن مش أوجستي بس هو سبب الإنجازات في معاه كتيبة عمل كبيرة جدا منهم واحد أنا شايفه من أهم الناس اللي ساهمت في إنجاز النادي الأهلي في كورة السلة السنة التي كابتنا أحمد الجرحي كابتنا أحمد الجرحي طبعا ومساعد أوجستي بوش هو اللي كان يعني سبب في التعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين أبرزهم إيهاب أمين أفضل لعب كورة سلة في مصر حاليا هو اللعب ده ده مسمينه الماجيك الماجيك لأنه هو فعلا أفضل لعب كل بطولة اللي أخدها خد جهازة أفضل لعب فرق مع نادي الأهلي في البطولة الدوري السوبر في كل بطولة الشرك في نادي الأهلي السنة دي فكابتنا أحمد الجرحي كان ليه دور واضح نفسيا مع اللعيبة فنيا مع اللعيبة أنه يجمع اللعيبة أنه قدر كمان مع جوستي بوش ينقل ثقافة جوست اللعيبة واضح نفي تفاهم كمان ملحوظ ما بينه وبين اللعيبة جدا وفعلا اللعبة كلها بتحب كابتنا أحمد الجرحي وكابتنا أحمد الجرحي عمتا مدرب واحد مع فريق مرتبط قبل ما يجي أجوستي بوش كان واحد بطولة كتير جدا هو مع الفريق الأول قدر يعمل الكيمستري بين أجوستي بوش المدرسة الأسبانية مع المدرسة المصرية فأنا شايف أن حتى لأجوستي بوش بعد كده قدام انطقة الأوروبا درب وانطقة بمصر أي حاجة أنا شايف أن كابتنا أحمد الجرحي هو يكون م نادي الأهلي ومستقبل كرة السلة في النادي الأهلي لأنه فعلا يستحب